صباح وإهلا وسهلا على القناة. أنا كثير كثير مبسوط أن الأكسبيريا 1 Mark III رجع لي على المكتب. أصلي جمعتين أن أتحدث معكم عن الأكسبيريا Pro-i. هذا التليفون الجنازي الجديد من شركة سوني لديه One-inch Sensor موجود لبراه. شغلة جديدة من شركة سوني. خبرة كاميرات الألفة على التليفوناتها للسوني. اليوم سأقوم لكم مقارنة. نتحدث عن الشغلات الموجودة بنفس الشيء بينهم. وشغلات تختلف بينهم حتى نستطيع أن نعرف أي شخص يكون أحسن هاتف لكم. يجب أن تجلبوا التليفون الأكسبيريا من شركة سوني. يلا. شكرا جزيلا على كل الناس الذين نشتراك. دعنا نبدأ الفيديو ونقوم بعمل هذه المقارنة بين الأكسبيريا Pro-i والأكسبيريا 1 Mark III. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكوا فيديوهات جديدة. هؤلاء التليفونات. الأكسبيريا 1 Mark III والأكسبيريا Pro-i. اخر تليفونات نزلت من شركة سوني وخاصة بالإمكانيات التي يستطيعون تعملها. هناك الكثير من مميزات بينهم تظهر نفس الشيء. أولا نتحدث عن الكاميرات الموجودة هنا ونرى لأنه تغير الشكل إطلاقا. أولا الكاميرات كانت موجودة على الشمال هنا لدينا ثلاث كاميرات. لذلك نعرف أن هنا أربع كاميرات. واحد اثنان والثالثة هنا لدينا ثلاث فوكول لينكتر. 70 مليمتر و 105 مليمتر وعننا 24 مليمتر و 16 مليمتر. وهنا لدينا الـ 16 و 24 مليمتر والثالثة ستكون 50 مليمتر. لذلك نغيروها قليلا. الكاميرات التي تريد الفوتوغراف والفروفشنال دائما دائما يريدون ثلاث كاميرات معهم. كاميرا و ثلاث لمزات. اللمزات هي 16 و 24 مليمتر كأساسة و 50 مليمتر التي تعطيكم هذه البوكي. خاصة عندما تعملوا أنتم فيديوهات مع ناس أحسن شيء 50 مليمتر. لأنه تعمل الغبشة وراءهم تكون كثير كثير ناتشور. يسمونه الـ Focus Drop. غير هكي لدينا نفس البطارية 4500 مليمتر على اثنيناتهم. و اثنيناتهم يشارجون بـ 30 واط. لكن الـ Xperia 1 Mark III لديه الـ Wireless Charging التي لا موجود على الـ Xperia Pro Eye. غيروها لأنه يعملوا الـ Focusing لأنه لا يزيدوا حرارة على التليفون. الـ Wireless Charging الحرارة هي التي تستعملوها. لذلك كله يستعملوا عبر الشريط الموجود للأخرى. و غير هكي مثل الكاميريات الموجودة للأخرى هنا على الشمال و هنا موجودة بالنصف. عندما نظهر على الزرار الموجودين هنا على اليمين. اثنيناتهم لديهم أربع زرار موجودين. و ليس زرار. لدينا الـ Volume Rager لفوق. الـ Power و Fingerprint Sensor الموجودين في نفس الحجم. لكن هنا تغيرت. لدينا زر واحد موجود هنا للـ Google Assistant على Xperia Pro 1 Mark III. تكبسوه وتستطيع تضبط الصوت عليه. و هنا لتحت الزر من الكاميرا. دعونا ندفع هنا. على Xperia Pro I تغيروها. هذا الزر معمول خصوصي للفيديو برو. التطبيق الجديد الذي نزلوه لنعمل الفيديوهات فيه للتليفون. و غير هكي لا نستطيع نغيره لنستعملها للـ Assistant. و الزر الثاني إذا نقبسوه تدور الكاميرا برو. وهذا يأخذنا نفس الشيء. هنا نفس الشيء إذا كبسوه للزر تدور الكاميرا برو. نفس الشيء. أهيان شيء تعملوا. تدوروا التليفون. و من غير ما حتى تعملوا انلاك. وتستعملوا الكاميرا بأحسن تطبيق لتاخدوا صور فيها. الشيء الثاني الذي لم أخبركم فيها أول شيء. نحن نظرها هناك. أنه نحن لدينا 2F. وقفتين لكمية الضوء التي تفوت عليها لللمزة. F2 موجودة هنا. والF4 لا موجودة على Xperia 1 Mark 3. لا نستطيع نغيرها. كما نرى هنا الكاميرا ماشي لأن التطبيق ماشي. دعونا نضيفها هنا ونضفع الشاشة. هذه هي واحدة من الأشياء. والشيء الثاني هو أن هذا التليفون الموجود عندي هنا. هذا البروتوتيب. لا أنه هو التليفون الذي سيأتي على السوق. معنى أنه بعد سوني لم أخلصته في عدة شغلات. لم أخلصت على آخر. أريد أن أخبركم أيضا أن هذه التليفونين لديهم 12 GB للرام. وفي اثنينتهم الزاكرتهم مختلفة قليلا. 256 و 512 GB موجودين هنا. والشيء الثاني لديهم SD Card. يمكننا أن نزيد عليهم 1 تيرابايت للزاكر لتنينتهم بالنستعمال SD Card. لذلك عندما تظهر على الشمال الثاني للتليفون. يمكننا أن يكون لديهم نفس الشيء. من غير أي مكان أو شيء تضيفكم هنا. تستطيعون أن تقيموا الـ SIM tray. وتضيفون عليها الـ memory card. وأيضاً الـ SIM card. يمكننا أن يكون لديهم 5G Sub-6 في أمريكا. وفي العالم لا يكون لديهم مليمتر ويف. مثل ما رأينا عن Xperia Pro. الذي يجل قبله لهذا. الـ Sub-6 يكون كثير منيح. عندما جربت عليه السرعة هنا. قد تنزل تقريباً 700 ميجا بايتس تاون. وتقريباً 100 وشوية لفوق. لذلك كثير منيح على السرعة الموجودين. عندما نظهر أيضاً على الموجودة على الجانب هنا. أنه تغيروا الـ ridges الموجودين هنا. هذا يجعلنا أن يمكننا أن نمسك التليفون أحسر. وليس يضع بين إيدينا. رغم أن هذا كثير منيح على المسكة. ومنه كثير سميك. نلاحظ أن هناك فرق بينياتهم. وهذه الشيء مهمة. لفوق لدينا ميكروفون واحد. والهاتفون جاك نفس الشيء. كله نفس الشيء يظل ميشي مزبوط. وقبل أن ننزل إلى تحت. نلاحظ أن هناك لدينا 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 الشريط حول إيدنا. إذا لا سمح الله وقع التليفون من إيدنا. يظل موجودة. وهذه ليست موجودة على هذا التليفون. ولكن لا تربيع الأخطي الموجودة بالسوق. يكون لدينا لها. وعندما نظهر إلى تحت. نلاحظ نلاحظ نفس الشيء. الـ USB-C. نفتح إلى تحت. لدينا لدينا أندرود 11. ونضبط إلى هنا. نضبط الـ White Balance. الـ High Refresh Rate. والـ Image Quality بالـ Creator Mode. موجودين لدينا لدينا نفس الشيء. السبيكر يمشون نفس الشيء من فوق إلى تحت. السبيكر موجودين كثير جميل. أعجبني كثير أن أخذوا المميزات الحلوة من Xperia 1 Mark 3. وضعوا على Xperia Pro. Pro-i. بدلا أن يأخذوا المميزات من Pro-i. ويأخذوا إلى هنا. هذا أفضل من Pro-i بالمميزات التي نتحدث عنها الآن. لذلك كل هذه الأشياء التي نتحدث عنها الآن. كلها مضبوط وكله جميل جدا. لدينا أندرود 11 كما أخبركم. إن شاء الله في نفس الأول السنة الجاية. سيأتي لدينا أندرود 12. ويأتي لدينا مميزات جديدة. الشيء الجديد الموجودة هنا. ليس فقط أن الكاميرا التي تلك هنا. لدينا الكاميرا برو. لدينا نقلب من الـ Basic, Pro, الـ Standard Mode. أسفة. Shutter Priority. و بالطبع الـ Manual Mode عن الـ Configuration كلها موجودة مضبوط. وهذا تطبيق نزل مع الـ Xperia 1 Mark 3. ونوجود هنا وميشي مضبوط. السينما برو برضو موجود هنا. لدينا أن نستعملها لأن نعمل فيديو ويت. إن شاء الله الوحيد الذي أريدكم أن الكاميرا تستطيع تسجيل 120 fps native. معناته الفائل الذي نظهره من هنا يكون عليه 120 fps عندما تقيمه من التليفون. هنا إذا نقيمه من Xperia 1 Mark 3 يلاحظ أنه سيكون معمول عليه 60 fps. 60 fps. معناته الفائل الذي يخرج من الكاميرا 60 fps. رغم أنه يمكننا أن نغيير الـ Frame Rate هذه الشغلة مضبوطة لأنه حصلت على قد نسجل مضبوط على الأوتو للكاميرا. مثل ما قلت لكم. F2.0 و F4.0 هنا نستطيع أن نغييرها بعناتهم الموجودة. هنا لا لدينا موجود هذا الاختيار لأنه ليس موجود من أصله. لكن الشغلة التي يجب أن نتذكر فيها هنا لدينا أربع كاميريات بلا ما يكون لدينا ثلاثة. 16, 24, 70, 150. هنا لدينا 16, 24, 50. الآن التطبيق الجديد الذي نزل من شركة سوني على التلفونات هو Video Pro. هذا معمول خصوصاً له. وقد نزلته هنا على Xperia 1 Mark 3. لكن الشغلة التي يجب أن نعرفها أنه ليس موجود مضبوط. السبب الذي يجب أن نذهب لكم إذا نذهب إلى تحت ونظر على الكاميريات ونظر على الكاميريات ونظر على الألانز. لا تلاحظ أنه لم يفجأت لي إلى ثلاثة كاميريات لا تستطيع أن ترى أن الكاميرات الموجودة 70 ملومتر تقومي 105 وهنا ليس موجود مضبوط مثل ما قلت لكم. الشغلات التي أريد أن نعرفها مضبوطة كثير كثير حلوة وأنا مبسوط أن كل الشغلات نزلت حلوة. الحاسوب الموجودة بياناتهم لهذه التلفونات ونفس الشيء عملت عليهم Geekbench لكن يجب أن نعرف شغلتين أنه هذا منه خالص منه final يعني أن الأرقام التي نرى هنا لا يمكن أن تكون أقل من الموجودة العالمية. ونفس الشيء ونفس الشيء 12 GB للرام ونفس الحاسوب ثلاثة أربعة الشغلات يجب أن تعمل نفس الشيء منهم. الزاكرة زيادة 512 GB ولكن هذه لا تفرد كثير لأنهم يستعملون نفس النوع ونجب أن ننسى أن الكاميرات الموجودة يستعملون نفس الشيء 8 ميجا بيكسل موجودين وأنا بخبرتي بعد استعمال هذه التلفونات لعدد سنوات منه لشركة سوني يجب أن تستعمل الكاميرات الموجودة لورا وعندهم أكسسوريز خصوصياً بالكسپيريا برو اي لتستطيع أن تعمل فيديوهات مع الكاميرا الجديدة وليس الكاميرا الشاشي وليس الكاميرا الشاشي التي يمكننا أن تركبها وراء التلفونات خبرتي معهم لهذه التلفونات أجدتني من عدة مرات استعملت المون مارك 3 مرتين لما كان في الـ Pre-Production لما عملت الـ Reviews لديكم على الكنال هنا وقد نزلناها تقريباً بالنصة الصيفية هنا نتحدث عن اكسپيريا برو اي جمعتين استعملوا هذا التلفونات اثنينتهم خبرتهم استعمالهم بكل أشياء نفس الشيء تفتيحات التطبيقات ستمشي نفس الشيء اثنينتهم 21x9 الـ 21 تسعى الـ Aspect ratio معناته التلفونات طويل واثنينتهم لديهم نفس الإمكانيات الـ 4K 120 موجودة عليه كثير كثير حلوة الـ Call of Duty Mobile اثنينتهم تعمل عليهم 120 frames per second وما موجودة على أي تلفونات لهذا هذا إكسلوسيف لـ Sony الشيء الثاني عندما نتفرر على الفيديوات الـ 4K ستكون كثير كثير حلوة هذه الشاشات الموجودين عليها لا يوجد إشكال إطلاقاً هذا اللي يعجبني فيها الصوت الصورة كل هذه الشغلات ستمشي مظبوط الفرق بينهم المظبوط الذي يجب أن تفكروا فيها هو خبرة الاستعمال للكاميريات الموجودين عليها لدينا 4 كاميريات موجودين هنا على Xperia 1 Mark 3 وعندنا 3 كاميريات موجودين على Xperia Pro Eye لكن التخصيص بينهم كثير في فرق مظبوط الـ Pro مظبوط يعمل على Pro يفرجيكم كل الشغلات التي ستعمل المظبوط معناته الشاشة التي يجب أن نزلها الأكسسوري لديها أن نستطيع ركبها للتلفون حتى نستطيع استعمال التلفون مظبوط ونستطيع استعمال أحسن كاميرا موجودة عليه كثير كثير مهمة السبب أن نستطيع استعمال F2.0 للـ F4.0 لأن نستطيع أن نظر ضوء زياد عندما نأخذ صور بالـ Low Light مهمة كثير هذه الشغلة لم تكن كثير قوية عندما نستطيع الكاميريات من قبل عندما يكون هناك ضوء مظبوط ونستطيع أن نستطيع كله منيح وغير ذلك بالفيديو ستأتي أيضا سيكون لديهم الـ Autofocus بالفيديو وهذه الشغلة لم تكن من قبل الكاميريات لدينا الـ Autofocus لأن نأخذ صور والـ Fast Frame ولكن هذه الشغلة لم تكن من قبل الكاميريات سوني خاصة في قلب الفيديو وهذه المفروض تأتي بالـ Xperia Pro i أمنيتي أنا أن تعرفوا على قليلة إذا تفكروا واحد من هالتليفونين إذا تجيبوا شغلة لتعملوا كتير كونتنت فيه لأنه تأكدوا مظبوط أنه للـ Professional بعثية الـ Xperia Pro i تعطينا مميزات خصوصية شوية زيادة أحسن بكتير لما نشوفها بالـ Xperia 1 Mark 3 Xperia 1 Mark 3 كتير فرساطيل تستعملوا بعدة إمكانياتها لكن الشغلة اللي يجب أن نعرفها أنه في فرق بينهم أحسن تليفون للـ Consumers الموجودة باللبسة والـ Xperia 1 Mark 3 تعييتهم والتليفون الـ Pro للـ Professional ويجب أن تكون لديكم الإمكانيات كثير قريبة منهم لإستمتاع الشاشة والسبيكر والألعاب كلهم هذو اللي سيمشي مظبوط لكم وما سيكون لديكم أي أشكال إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وإن شاء الله تكونوا معجبين بكل سعر إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو ويتكونوا معجبين بكل الفيديوهات اللي نزلينكم عليه هون على الكنال عن الـ Xperia Pro والـ Xperia Pro i أراكم إن شاء الله بالفيديو الجديد وشكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك يالله مع السلامة